وتطرق الرئيس السيسي إلى جهود مصر في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وقال الرئيس السيسي أنه تمت دعوة الجانب أكرواتي إلى إنشاء مناطق صناعية في مصر للاستفادة مما تتمتع به من اتفاقات للتجارة الحرة والتفضيلية مع الدول العربية والأفريقية وفي السياق متصل تم أيضا عرض مجمع جهود الدولة المصرية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك من خلال إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة مثل المنطقة الاقتصادية بقناة السويس ويزار رخصة الاستثمار الذهبية وفي هذا الإطار تم دعوة الجانب الكرواتي إلى إنشاء مناطق صناعية في مصر للاستفادة مما تتمتع به من اتفاقيات للتجارة الحرة والتفضيلية مع الدول العربية والأفريقية بما يسهل نفاز المنتجات الكرواتية إلى أسواق هذه الدول بميزة تنافسية